في درس اليوم من سلسلة فيديوهات نظرية ستوكس سنتحدث عن طريقة تحديد الاتجاهات عند حساب التكامل أولاً متجه الوحدة العمودي على هذا السطح في الفراغ ثلاثي الأبعاد إما أن يتجه نحو الأعلى كأنه يخرج من السطح هكذا أو إلى الأسفل أي نحو الداخل فهذان المتجهان عموديان على هذا السطح ولديكم أيضاً المنحنة الذي يحيط بالسطح ويشكل حدوده وهناك اتجاهان للمسار على طول المنحنة إما عكس اتجاه أقارب الساعة أو مع أقارب الساعة عند تطبيق نظرية ستوكس يجب التأكد من تناسق اتجاه المنحنة مع متجه الوحدة العمودي فمثلاً لو كان متجه الوحدة العمودي يشير إلى الأعلى على هذا النحو أي نحو الخارج بالنسبة إلى السطح عندها الاتجاه الموجب لحساب التكامل حول المنحنة هو اتجاه المسار الذي يكون فيه السطح إلى يساره انظروا هنا إذا تخيلتم رجلاً يقف على المنحنة ورأسه في اتجاه متجه الوحدة العمودي هكذا عندما يسير رجل حول المنحنة حتى يكون السطح المحصور في المنحنة إلى يساره يجب أن يسير عكس اتجاه أقارب الساعة هذه القاعدة التي يجب اتباعها عند تطبيق نظرية السوكس لكن لو كان متجه الوحدة العمودي يشير في الاتجاه الآخر أي نحو الداخل عندها يجب أن يكون المسار في الاتجاه الآخر لاحظوا أن الرجل يجب أن يكون في نفس اتجاه متجه الوحدة العمودي أي أن رأسه إلى الأسفل وحتى يكون السطح إلى يساره عند السير على المنحنة عليه أن يسير في هذا الاتجاه مع عقارب الساعة فإذا كانت الاتجاهات صحيحة فإن التكامل الخطي على المنحنة المغلق في هذا الطرف يساوي التكامل الثنائي على السطح في الطرف الآخر لذلك عليكم أن لا تنسوا أن تتأكدوا من الاتجاهات قبل إيجاد التكامل